موسيقى التاسعة بتوقيت القدس المحتلة أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار نسهل النشرة بأبرز العناون السيد الرئيس يصل سعودية في زيارة رسمية يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين موسيقى رفض رسي وشعبي لمؤتمر وارسو الرامي لتصفية القضية الفلسطينية موسيقى الاحتلال يهدم منزلا في الولجة ويخطر بإخلاء آخر لصالح المستوطنين في القدس موسيقى وتتبعون معنا في النشرة أيضا ألوان من فلسطين مسابقة في الكويت بمشاركة أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى التفاصيل التاسعة من تلفزيون فلسطين وصل السيد الرئيس محمود عباس إلى العاصمة السعودية رياض في زيارة رسمية تستمر يومين هذا وكان في استقبال سيادته على أرض المطار أمير منطقة رياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز ووزير الدولة السعودية مساعد بن محمد العبان وسفير دولة فلسطين هذا السعودية بسهم الآغة هذا ومن المقرر أن يلتقي سيادته خادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث الوضع السياسي الراهن وما تتعرض له القضية الفلسطينية من أخطار خاصة مدينة القدس وقال سفير الآغة إن الزيارة تأتي استمرارا للتواصل ما بين القيادتين في ظل الظروف الدولية الصعبة وكذلك في ظل محاولات إنهاء القضية الفلسطينية للإضاءة على منذ زيارة سيد الرئيس إلى المنبكة العربية السعودية نضم إلينا عبر الهاتف سفير فلسطين لدى السعودية بسام الآغة أهلا بك لو تضعنا في تفاصيل هذه الزيارة لا سيما التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو حتى الميداني تأتي هذه الزيارة استمرارا وتواصلا للعلاقة الاستراتيجية ما بينها السعودية وفلسطين وأيضا ما يمكنه السيد الرئيس الزعيم محمود عباس للقيادة السعودية للملك سلمان ومواقف المملكة العربية السعودية المساندة لفلسطين دائما للشرعية الفلسطينية للتوجه الفلسطيني نحو السلام وأيضا المملكة رؤية للسلام والاستراتيجية بالشرعية الدولية بمبادرة السلام العربية وصل اليوم فخامة الرئيس الزعيم محمود عباس عصر اليوم والآن أقيمت مأدبة عشاق للسيد الرئيس على شرفه أقامها صاحب السمو الملكة الأمير فيصل بن بنبر تقديرا واحتراما وغد إن شاء الله ستكون اللقاءات بشأن هذه الزيارة إن شاء الله بخصوص ما تتعرض له القضية الفلسطينية كما أسلفت زميلة مايفي مدخلتها أهمية الزيارة في إطار التنسيق المشترك ما بين القيادة الفلسطينية والقيادة السعودية مع لمطبيعة المواقف السعودية داعمة للقضية الفلسطينية بالتأكيد أن هذه الأيام وهذه الفترة تمر القضية الفلسطينية بغروف دقيقة صعبة ولكن مواقف المملكة واضحة وصريحة دون لف دون دوران دون ضجيج دون صخاب دون ابتجاج مواقف المملكة مواقف واضحة وصريحة في دعم فلسطين مع الشرعية الدولية مبادرة السلام العربية دولة فلسطينية مستقلة عاصمة القدس وكلنا بالتأكيد سمعنا السيد الرئيس الزعيم محمود عباس وهو يقول دائما نحن نتق ثقة كبيرة وعالية وغالية بالملك سلمان بولي العهد محمد بن سلمان بالسعودية أيضا الملك سلمان يؤكد دائما ويقول نحن موقفنا من فلسطين موقف عقيدة يكرر دائما وهو يكرر في كل الاجتماعات يؤكد في كل الاجتماعات نحن للرئيس محمود عباس نحن معكم كنا ولا زلنا وسنستمر معكم نقبل ما تقبلوه ونرفض ما ترفضوه نعم سعد السفير في انتظار اللقاءات التي سيجريها السيد الرئيس يوم غد في المملكة العربية السعودية وما ستفضي له هذه اللقاءات نشكرك جزيلا كنت معنا عبر الهاتف سفير النافئة السعودية بسام الأغا استقبل رئيس حكومة تسيير العمل رمي الحمد الله سفير الاندونيسي لدى فلسطين أندي رحمنتو حيث بحث معه سبول تعزيز تعاون المشترك ما بين البلدين في العديد من المجالات وأشهد الحمد الله بالعلاقات الثنائية ما بين البلدين مثمنا دعم اندونيسيا لفلسطين وتصويت لصالحها في العديد من المحافل الدولية ناقلا تحيات سيد رئيس محمود عباس والحكومة والشعب الفلسطيني لاندونيسيا هذا وبحث رئيس الوزراء مع السفير الاندونيسي سبول تعزيز التعاون في العديد من المجالات حالة من الرفض الرسمي والشعبي لمؤتمر وارسو الذي تعقيده الإدارة الأمريكية في العاصمة البولندية الأربعاء المقبل محذرنا من تداعياته الوخيمة على مستقبل القضية الفلسطينية ومحاولات الالتفاف على الجسم الشرعي لمنظمة التحرير التفاصيل مع خالد طاوة في الوقت الذي تتجه فيه أنظار أصحاب الأجندة والمآرب الخارجية للعاصمة البولندية وارسو حيث مكان عقاد المؤتمر الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط وتحديدا الملف الإيراني والانسداد في الأفق السياسي تشتد حالة الرفض والغضب على المستويين الرسمي والشعبي على ذلك المؤتمر الذي وجدت فيه واشنطن ضالتها لإعادة رسم خريطة الصراعات والتحالفات في العالم والشرق الأوسط لتجميل صورة إسرائيل وجعلها شقيقة لذوي القربة في محيطنا العربي انعقاد مؤتمر وارسو الذي قاطعته القيادة من منطلق درايتها بعواقبه الوخيمة على مستقبل القضية لسيما وأن فكرته ولدت من رحم معامرة أمريكية مدبرة لتمرير صفقة القرن عبر تنصيب دمى إقليمية مرتجفة تشتري وتبيع بحقوقنا الوطنية وتستبيح دماء شعبنا مقدمة بذلك خدمة مجانية لتل أبيب وواشنطن ومنفذة انكلابا على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية متخفية خلف ستائر واهية هدفها تشكيل تكتل عسكري إسرائيلي عربي للنيل من قضيتنا وتطبيع العرب مع إسرائيل ليس إلا محاولة واشنطن صنع إجسام بديلة عن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني ليست إلا مجرد قفزة بالهواء وشيك بلا رصيد في ظل وجود قيادة حكيمة برئاسة السيد الرئيس محمود عباس الذي يواصل دون كلل أو ملل متجشما عناء الضغوطات والعقوبات لتثبيت هويتنا الوطنية وإسقاط دعائم المشاريع الأمريكية وأذيالهم في المنطقة للانقضاض على مشروعنا الوطني لصالح تعمير الاحتلال على حساب بقاء بيت المقدس وأكنافه يرزحون تحت نيره الإدارة الأمريكية وإن تمكنت من جمع عدد من الدول التي لا تمثل إلا نفسها في حضيرة وارسو لترويج أساطيرها وأكاذيبها المغلفة تحت عنوين كدفع المصار السياسي والمنبعثة من عقلية فضلت الانحياز للاحتلال تجلى ذلك بسلسلة الحماقات الأخيرة التي اقترفها ترامب وحاشية المراهقين حوله مناورة لن يكتب لها النجاح وستولد ميتا ومخرجاتها ستظل حبرا على ورق لن تتعدى أسوار المدينة طالما لم تباركها القيادة وشعبنا فهم أصحاب الشأن والقرار فلا صوت يعلو فوق صوتهم رفعت الأقلام وجفت الصحف خالد طاوع تلفزيون فلسطين فصائل العمل الوطني بدورها أعلنت عن رفضها لمؤتمر وارسو مثمنة قرار القيادة بمقاطعته هذا وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن أنه يأتي في إطار صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية فيما أكد من وعام شبهة نضالة شعبية أحمد مجدلاني أن المؤتمر مشروع أمريكي يهدف إلى حرف البوصلة وتبديل الأولويات في المنطقة أضف مجدلاني أن لقاء الفصائل في موسكو رسالة للمجتمعين في وارسو بأن أمن الشرق الأوسط ينطلق من حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية من جانبها تبر نائب ألمين العام للجبهة ديمقراطية قيس عبد الكريم من المؤتمر عنصر من عناصر صفقة القرن الهادف لحل إقليمي يقوم على تطبيع مع إسرائيل بمعزل عن حل القضية الفلسطينية هذا وعبر المواطنون عن رفضهم لمؤتمر وارسو رامي إلى تصفية قضيتنا وحقوق شعبنا العادلة مؤكدين وقوفهم خلف القيادة وفي مقدمتها سيد الرئيس محمود عباس في صمودها وتصديها لشتى المؤامرات القيادة الفلسطينية قيادة واعية وعندها تجارب في المواضيع هذه وعارفة أهداف أميركا وعارفة أهداف المؤتمر وفيش المؤتمر خير إلنا أصلا فيش مؤتمر خير إلنا لأنه معروف تاريخ أمريكا والدول الاستعمارية بالنسبة لقضايا الفلسطين بشكل خاص والمسلمين بشكل عام والعرب هذا ليش رايح يضرنا كثير هذا ليش مش لصالحنا طبعا صفقة القرن وجميع عارفين شو صفقة القرن ما ظنيش حدا بالشعب الفلسطيني مش عارف شو صفقة القرن طبعا بأيد عدم الحضور لأنه هي صفقة معروف شو اتجاهاتها وإيش وراها حاليا الأمر كان هم أولا بعملوا جهدهم على أساس إنه هاي السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية هي القائمة من سنوات فالسلطة الفلسطينية ثابتة على موقفها الأمر كان مش معنيين يكملوا بهي السلطة فبدهم يوجدوا بديل لهي السلطة عشان هيك عملوا مؤتمر وارسو الدولي فإحنا خلف سيادة الرئيس قلبا وقالبا ومنسانده ضد هاي الهجم الشرسي اللي بتكون فيها الإدارة الأمريكية وتحديدا إسرائيل مبدئيا إحنا كفلسطينيين رافضين فكرة صفقة القرن كلها من أساسها وأنهم يعرضوا على هاي الملامح برضو إحنا يعني أنهم يعرضوها بالعلن برضو إحنا ضدها لا يحق لهم أنهم يكشفوا عن هذا بنود صفقة القرن بعدم موجود ممثل عن الشعب الفلسطيني يعني أصل القضية هي قضية شعب الفلسطيني مادم عدم موجود ممثل هي تعتبر لاغية أو لا شرعية لها كما شدد محللون وشخصيات أكاديمية ووطنية على دعمهم لموقف القيادة الرفضي للمشاركة في مؤتمر وارسو مؤكدين أن المؤتمر يهدف لتصفية القضية الفلسطينية ولمتابعة في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخطة الهاتفية دكتور يونس عمر رئيس جماعة القدس المفتوحة وعضو المجلس الثوري لحركة فتح دكتور عمر مساء الخير أهلا مرحبا بك معنا إلى نشرة التاسعة في ظل هذه الظروف الحساسة والدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية تحديات كبيرة دور النخب الفلسطينية الأكاديميين الفلسطينيين كيف تنظر إلى دورهم في تحدي كل ما يحاك عمليا لفلسطين والقضية الفلسطينية أولا مساء الخير لكم ولمشاهدين هذا المؤتمر هو عبارة عن تسويق لصفقة القرن التي تدعو لها الإدارة الأمريكية وهذه الإدارة التي أفلست في كل ما آتت من تصغطات ومن إجراءات ومن إعلانات متماهية مع الاحتلال الإسرائيلي أمام إصرار الشعب الفلسطيني بكامل فصائله وشرائحه على رفض هذه الصفقة وإصرار القيادة الفلسطينية على رأسها الأخير الرئيس أبو مازن بكل قوة وقوفا في وجه هذه الصفقة لرفضها خاصة أن هذه الصفقة تسعى لتصفية القضية الفلسطينية وحرمان شعبنا من تقرير مصيره كسائر الشعوب في الدنيا إذا شعبنا يتعرض لأشرص وأقوى الاحتلال هذه الصفقة تعتبر مؤامرة على الشعب الفلسطيني بخاصة وعلى الأمة العربية والأمة الإسلامية والشرق الأوسط دكتور موضوع الالتفاف على الجسم الشرعي لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ليس بالمرة الأولى الذي يحدث هذا الموضوع في صفقة القرن وقبلها ووصولا إلى مؤتمر وارسو برأيك إلى أين سيقول هذا الموضوع وهل سيفشل هذه المرة أيضا؟ الشعب الفلسطيني شعب مقاوم وشعب مقاتل بكل شراس في تعاقب كل المؤامرات التي مر بها حاربها وصمد في وجهها صمودا مطلقا وبإصرار وها هو اليوم كما أسقط كل المؤامرات سيسقط هذه المؤامرة أيضا رغم أن هناك من يتماهى مع هذه الصفقة ومع الإدارة الأمريكية ومع الاحتلال الإسرائيلي من مختلف المستويات إلا أننا كشعب فلسطيني نصطف جميعا بكل شرائحنا المختلفة وفصائلنا كلها المنضوية في منظمة التحرير والتي ليست كذلك براع القيادة الفلسطينية على رأسها الأخب ماذن ندعمه بكل قوة وسوف نقاتل بشراسة حتى نسقط هذه الصفقة وهي ساقطة فعلا هي محكوم عليها بالنوت سلفا نهما حدث ونهما أعلنوا وما اتخذوا من إجراءات من أغطية سلام اقتصادي ومنظومات ومحاربة إرهاب كل ذلك لا يعنينا كفلسطينيين نحن نرفض هذه الصفقة وسوف نسقطها بإذن الله دكتور يونس عمر رئيس جامعة القدس المفتوحة وعضو المجلس التوري لحركة فتح شكرا جزيلا لك أجرى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد مباحثات مع مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نعبي وزير الخارجية روسي ميخايل بوغدانوف في مقر الخارجية الروسية وأطلع الأحمد المسؤولة الروسية على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وموقف القيادة الفلسطينية تجاه مجريات الأمور في المنطقة والعالم من جانبه أكد بوغدانوف على دعم نهج سيد الرئيس محمود عباس ومواقف القيادة تجاه عمليات السلام مشددا على استعداد موسكو لبدل كافة الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين أطلع المجلس الوطني الاتحادات والجمعيات البلمانية الإقليمية والدولية أطلعهم على مخاطر قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التجديد لبعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل وما تبعهم من تعطيل الولايات المتحدة إصدار قرار أو حتى بيان من مجلس الأمن الدولي يدين أو ينتقد تصارف إسرائيل بهذا الخصوص وأوضح رئيس المجلس سليم زعنون في رسائلة متطابقة بعثها إلى عشرة اتحادات وجمعيات برلمانية حول العالم بأن ذلك القرار يؤدي إلى إطلاق أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين خاصة في مدينة الخليل مناشدا تلك الجهات بالضغط لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية إلى القاهرة حيث عقدت لجنة الخاصة بمواجهة المخططات الإسرائيلية في أفريقيا برئاسة المملكة العربية السعودية عقدت في مقر الجامعة العربية اجتماعا لتنسيق حول آليات متابعة تنفيذ الخطط العربية لمواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضايا العربية والعلاقات العربية الأفريقية وأكد المشاركون على ضرورة التحرك المشترك وتنفيذ خطط العمل العربية التي أقرها مجلس وزراء الخارجي العرب لمواجهة الاستهداف الإسرائيلي وتنسيق المواقف بين دول اللجنة والجامعة العربية والبرلمان العربي من أجل التواصل مع الدول وشعوب الأفريقية حركة كبيرة دبلوماسية سياسية إعلامية في التواصل مع الأشقاء الأفارقة وهي حلقة من محتويات وبنود خطة عمل تم إقرارها السنة الماضية في مجلس وزراء الخارجية العرب ونتابع تنفيذ هذه الخطة بكل محاورها عرب عبد الرحيم الفر سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عن أسفي حيال عدم صدور بيان من الاتحاد لإدانة قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة وتوقع الفر في حديث الإذاعة صوت فلسطين بأن يكون للاتحاد موقف بهذا الخصوص وهذا الإجراء بناء على التواصل الذي تم مؤخرا مع جهاز الخدمة الخارجي فيه وشدد الفر على أهمية أن تركز كلمات زعماء العرب في القمة المزمعي عقدها في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من هذا الشهر في مصر أمام الاتحاد الأوروبي على كافة القضايا الفلسطينية من بينها سرقة أموال الشعب الفلسطيني ميدانيا أصيب شاب برصاص قوة الاحتلال شرق مدينة غزة وفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها صوب جموع المواطنين في منطقة ملكة شرق حي الزيتون شرق القطاع ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه تعتزم سلطات والاحتلال شرعنة مباني شيدها مستوطنون على أرض فلسطينية وجرى إلحاقها بمستوطنة علي الزهاب الجاثم على أراضي محافظة رمالة وذكرت صحيفتها أرسل إسرائيلية أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال صدق على نظام غير مسبوق من أجل شرعنة هذه المباني في المستوطنة والتي جرى بناؤها من دون تصاريح هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا في قرية الولجة شمال غربي بيت لحم بحجة عدم ترخيص في جنح الظلام كانت جرفات الاحتلال تهدم أحلام أسرتين وجدت في منزلهما ملاذا لها بعد تعثر استقرارهم في القدس المحتلة بفعل الإجراءات الاحتلالية القاسية والعقابية على كل مقدسي يبني بيتا في القدس ليكون الاحتلال بالمرصاد لعائلة أبو الهيجة بعد سكنها في منزلها الجديد بمنطقة عين الجويزة في قرية الولجة شمال غربي بيت لحم ويشردها من جديد في العراء في ظل الأجواء الباردة هذا القرار أطلعه ما كان قابل للنقاش وبالنسبة لحالنا ما أنت شايف يعني لا خلوا إيش إحنا عبارة عن سبع أفراد عائلتين أنا وزوجتي ولادي وأخوي وإخوتي التنين وأمي وعندي أخ مريض يعني أجونا الساعة ثلاثة الصبحيات هدم يعني لا خلونا لا نطلع أغراض ولا نسوي أي شيء محاولات العائلة بوقف قرار الهدم باءت بالفشل وخاصة مع شروع بلدية الاحتلال بالقدس تنفيذ قرارات الهدم الإداري مؤخرا فهي دأبت في الآوينة الأخيرة أيضا على استدعاء أصحاب المنازل للتحقيق معهم بحجة بنائهم دون ترخيص مع أنها لا تسمح لهم بتقديمهم أوراق ثبوتية تمكنهم من ترخيص المنازل أدما نحكي وأدما نقول هذا بتظلها أرضنا لما نطلب ترخيص للبناء ويرفضوا هذا يعني رفض يعني أنتوا عمالكوا شو بتسووا فينا إحنا ويننا نتشتت ويننا الروح يعني زي أنا عندي أربع ولاد أطفال أبوهم الله يرحموا جاييني قرار هدم للمنزل أربعون منزلا يتهددها الخطر بالهدم الفعلي في المنطقة المصنفاتي ضمن حدود بلدية الاحتلال في القدس إلى جانب قرابة 140 منزلا اخترت بالهدم وأخرى بوقف البناء والعمل فيها لكي يتسنى للاحتلال تنفيذ المخططات الاستطانية على أراضي القرية المحاكم الإسرائيلية لا تجدي نفعا الحاكم هو نفسه الجلاد طبيعة الحال الحاكم في المحاكم الإسرائيلية هو يقف من صف الجيش الإسرائيلي من صف بلدية الاحتلال من صف المستوطنين وبالتالي هو يعتبر المواطن الفلسطيني خصم لكل سواء كان خصم هو لبلدية الاحتلال وخصم المستوطنين وخصم للجيش الإسرائيلي فقرية الوالجة تحاصرها الإجراءات الاحتلالية والتصنيفات ما بين مناطق بي وسي وأخرى تتبع لبلدية الاحتلال في القدس ومجمل تلك الإجراءات تهدف إلى تفريغ المواطنين منها عائلتان أصبحتا بالعراء بعد هدم الاحتلال لمنزلهما في ساعة الفجر الأولى لتكون واحدة من عشرات المنازل التي تربص بها قرار الهدم الإداري من قرية الوالجة للشمال الغربي لبيت لحم هاني فنون تلفزون فلسطين إلى ذلك أمهلت سلطات والاحتلال لعائلة أبو عصب في البلدة القديمة بالقدس المحتلة حتى 28 من الشهر الجاري لإخلاء منزلها لصالح جمعيات استيطانية متطرفة التفاصيل مع كريسين ريناوي من يسير في أزقة القدس العتيقة ويرى العدد الكبير من المتدينين اليهود والمستوطنين يفسر حجم الهجمة التهودية المتصاعدة والتي تشمل الإختار بإخلاء عشرات العقرات من الفلسطينيين لإحلال المستوطنين مكانهما عائلة أبو عصب كان من المفترض أن يكون هذا أخر يوم لها في بيت تقطنه منذ سبعين عاما لكن صدور قرار بتأجيل عملية الإخلاء حتى 28 من الشهر الجاري خفف من وطأتي حبس الأنفاس الذي كان مسيطران الجاهود استأجروا حيكر 99 سنة من دور نسابة وخلصوا 99 سنة ودور نسابة حاولوا في المحاكم يجبوه وخسروه في المحاكم بعرف كيف كيف خسره تحس الإشي أنه أنت قاعد في البيت مش قانوني أوكي بطلع بس أنت حس حالك أنك قاعد قانوني وفي مجال تقعد حصب القانون 30 سنة لقدام بعد وفاتها هو وفاتي لازم ابني يسلم البيت قانونيا في قانون إسرائيل أنا بحكي له والقانون الأردني كمان بحكي هيك أنه جيل الثالث بعد جيل الثالث بتسلم عندك جيل الثاني وجيل الثالث موجودين يدرك حاتم أبو عصب أن قضيته سياسية ولا وزن للقانون المفصل أصلا على مقاصي مخططات التهويد والإحلال استعد أموت كيف أقول لها ما أقول لها شكذب واستعد أموت عشانه زي أكنه رايح مني شو بدأ لك رايح مني كنز كبير تسعة أفراد من عائلة أبو عصب يتهددهم اليوم الإخلاء من عقار يقع بين يدي المقدسات الإسلامية والمسيحية حتى إن مهدي ابن الخمسة عشر عاماً يتجنب التفكير في لحظة الإخلاء فكيف سيكون حال عائلته بأكملها أنا بعز علي البيت كثير ولدت فيه وقشت فيه خمسة عشر سنة وعدت حبس منزلي عشر طوش شهر فيه وبكف إنه الواحد لما يفيه الصباح يتطلع وراء كبة الصخرة إخلاء كل عقار يقطنه فلسطينيون في البلدة القديمة يشكل حجراً جديداً يتهاوى يسعى من خلاله الاحتلال إلى سقوط المدينة والسيطرة عليها لفرض وقائع تمسوا بهويتها وأهلها وكل ما يخصها كريستين ريناوي تلفزيون فلسطين القدس القديمة من القدس إلى الخليل حيث جرفت قوات الاحتلال طريقاً عادت هيئة مقاومة الجدار والسيطان هذا الطريق تربط منطقة شعب البطن بمسافر يطا جنوب المحافظة ضمن السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال لتضييق الخناق على المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل ها هي آلياته وجرفاته المعززة بالعشرات من الجنود تغلق أحد أهم الطريق المؤدية إلى المسافر والتي تربطها بمنطقة شعب البطن قوات الاحتلال المرة الثالثة تستهدف هذا الطريق وهذا الطريق شريان حياة بالنسبة لتجمعات المسافر يطا الواقع في قلب ما يسمى منطقة إطلاق النار 1918 طبعاً في هذا الإخلاق هم قادرين بسكر الطريق على حوالي 1800 إنسان هي الطريق الأقرب والأسرع بالنسبة لسكان المسافر فقبل اسبوعين سكروها ورجعوا اليوم كمان سكروها والعام الماضي في شهر ثمان يسكروا هاي الطريق طبعاً كل هاي الإجراءات التعسفية اللي بيستخدمونها طبعاً من ناحية القانونية يعني إحنا مقدمين لها طلب ترخيص وكذا بس هم عندهم هدف واحد هم الدول الإسرائيلي بكل أجهزات اليوم تشتغل تحت إمرة المستوطنين هذه الطريق التي تم ترميمها مؤخراً من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لتسهيل تنقل المواطنين ما بين مساكنهم وحقولهم وكان الاحتلال قد جرفها عدة مرات في السابق وها هو اليوم يغلقها بشكل كامل على المواطنين ما يسبب مشكلة كبيرة لديهم بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى مناطق سكنهم هذه أسهل طريق للمواطن للوصول من خلال إذا كان في حالات طارئة لإسعاف أو وصول المياه أو الآلاف فهذه الطريق هي أسهل طريق طبعاً طريقها بعد دعوة مؤسسة ريقافيم هي مؤسسة صهيونية متطرفة وهي بتحاول تلغي وجود الفلسطينية في هذه المنطقة وين في وجود فلسطيني وين في أي بناء للفلسطيني بتبعث الجيش وترفع دعاوية ضد الجيش أنه ينفذ هذه الأوامر وكان الاحتلال قد منع شق العديد من الطرق في هذا المكان كما منع المواطنين من البناء إضافة إلى هدم العديد من المساكن والمنشآت مدعياً أن هذه المنطقة تتبع إلى حكومة الاحتلال أو منطقة إطلاق نار حسب تعبيره يستمر الاحتلال بسياسة التضييق على مسافرية حتى وصل به الأمر إلى محاصرتها وتقطيع أوصالها أما الهدف فهو تهجير سكانها والاستفراد بها لصالح المخططات الاستيطانية من مسافر يطى جنوب الخليل محمود فراش تلفزيون فلسطين قصف الاحتلال بعدة قذائف منشأة في مدينة القنيطرة السورية وفاد تلفزيون السوري أن القصف الإسرائيلية سهدف مشفى القنيطرة المدمر ما أدى إلى أضرار مادية في محيطه وفاد مصدر عسكري سوري أن الجيش السوري أعلن رفع الجاهزية إلى الحالة القصوى واستنفر الوحدات المرابطة على حدود الجولان المحتل أما الآن فيل الموجز الاقتصادي مع زميلة منتهى خليل مساء الخير منتهى مساء الخير منتهى مساء الخير ميوة خميس مساء الخير مشاهدين نفت شركة توزيع كهرباء الشمال في بيان لها ما تم تدوله من رفع رسوم الربط الكهربائي بناء على قرار صادر عن مجلس تنظيم قطاع كهرباء وأكدت الشركة أنه لا صحة لما يتم تدوله حول رفع أسعار الربط مشيرة إلى أن ما تم هو تخفض رسوم معظم أنواع الاشتراكات أو بقاؤها كما كانت عليه سابقا وقلت الشركة بخصوص البند المتعلق برفع رسوم الاشتراك الخاص بالاشتراكات المنزلية المستقلة والتي تقرر رفع رسومها إلى 3200 شيكل وسينظر في طلب إبقاء الأسعار كما كانت عليه سابقا وإقراره في نهاية الأسبوع الحالي عقدت ستة الطاقة والموارد الطبيعية في مقرها اليوم اجتماعا ناقش برنامج حماية الإرادات الذي يأتي ضمن مشروع كفاءة الطاقة الهدف إلى تحسين وتطوير أداء المؤسسات العاملة في قطاع الكهرباء في فلسطين ويهدف البرنامج الممول من البنك الدولي وصندوق المانحين بقيمة 23 مليون دولار أمريكي لزيادة فعالية شركات توزيع الكهرباء في الضفة الغربية وغزة من خلال تركيب 20 ألف عدد ذكي وفي أخبارنا المحلية أيضا استقبلت مدينة أريحة صناعية الزراعية المنصق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في شرق الأوسط السيد نيكولاي مادينوف والسفير الياباني لدى فلسطين السيد تاكيشي أكوب وعبر مادينوف عن استعداده لدعم وتسهيل عمليات التطوير والتشغيل والتصدير لمنتجات مدينة أريحة صناعية الزراعية أود أولا أن أشكر الحكومة الفلسطينية وحكومة اليابان على تعاونهما في إنجاز هذا المشروع فقبل أربع سنوات هذه المنطقة الصناعية كانت حلوما واليوم هي حقيقة وهي مهمة لنا في كيفية إزالة العوائق لدعم الفلسطينيين في تصدير منتجاتهم بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وبناء مؤسسات الدولة ثم تطلع إلى دعم من السيد المبعوث الأمير العالمي للأمم المتحدة ليقوم بفعلا دعم المدينة الصناعية للتعدي هذه العقبات وخاصة في حركة البضائع والنقل مع الأردن وبعد الأردن للدول العربية بالطبع تواجدنا اليوم في عريها ما هو إلا دليل على الأمق الافتمام من كل الأعضاء من المجتمع الدولي بما فيها طبعا الأمم المتحدة ورسالتنا من تنفيذ هذا المشروع الرائع هو أن اليابان دائما تقف إلى جاني شعب الفلسطيني الصديق وقع رئيس سلطة المياه مازين غنيم مع شركة ألكي للإنشاءات والصناعة والتجارة التركية عقدي التنفيذ والتشغيل والصيانة الخاص بمحطة التحرية المركزية في الخليل بقيمة 36 مليون دولار يأتي هذا المشروع بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بهدف حل جدري ومعالجة مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها محافظة الخليل عامة ويطة وجنوب الخليل الخاصة هذه المحطة ستخدم بالتأكيد مدينة الخليل ومن ثم كافة محافظة الخليل نحن نأمل أن يكون هناك رفع الضرر عن كافة أبناء شعبنا لأنه الضرر الكبير جدا وخاصة في منطقة يطة والمناطق جنوب دورة فيه عندنا السيل اللي بيخطع كل هذه المناطق وأدى إلى عملية دمار للأراضي للمواقع الموجودة هناك إلى أيضا تهديد للصحة والسلام العامة والبيئة بشكل عام العقد اليوم طبعا نحن بنأمل أنه يبدأ التنفيذ مباشرة وبنأمل أنه هذه المحطة تعمل بأسرع فترة ممكنة حتى نستطيع أن نرفع هذه المعاناة عن أبناء شعبنا مشاهدين كانت هذه أبرز الأخبار الصادية على صعيد المحلي وعودة إلى الزواناء شكرا منتهى فتح وزير شؤون القدس عدن الحسيني عددا من المشاريع في تجمع جبل الباب البدوي في بلدة العزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة لتعزيز صمود المواطنين هناك دعما وتعزيزا لصمود المواطن في أرضه افتتح وزير شؤون القدس عدن الحسيني مشروع عيادة صحية ومرافق خدماتية أخرى لتجمعات جبل الباب البدوية شمال شرق بلدة العزرية المنطقة الشرقية من القدس مناطق كلها مستهدفة للإستطان في مرحلة من الإستطان قد تمت والآن يراد استكمال هذه المرحلة حتى يعزل القدس نهائيا عن الجسم الفلسطيني والمناطق هذه هي مناطق سي وإيوان بالتفصيل من مناطق سي يسكن فيها معظم الإخوان نتج جمعات البدو نحن نحاول نساعد بقدر الإمكان من أجل أن يكون فيه دائما تواجد لجميع المنطقة وليس البدو لواحدهم حتى ندعمهم ندعم حضورهم ووجودهم وتتمثل المشاريع في عيادة صحية وروضة للأطفال ومركز نسوي إضافة لتأهيل بعض الطرق الفرعية داخل هذا الموقع مستفيدا بذلك 63 أسرة تقطن هذه التجمعات منذ نحو 50 عاما بعد توجهات السيد الرئيس لكافة الوزرات اليوم نرى الإنجاز في جبل البابا اليوم نرى أننا خضنا معركة في الخانل الأحمر ولم نغفل في باقي التجمعات البدوية هنا الإنجاز هنا الصمود على الأرض هنا نتحدث مع الأرض الأرض تحدث الجميع بأننا أنجزنا كسلطة وطنية فلسطينية كمؤسسات سلطة اليوم أنجزنا على هذه الأرض وشكرا لسيادة الرئيس هذا الموقع مستهدف باقتصار شديد جدا لأنه من أجمل المواقع في شرقي مدينة القدس ونرى الاحتلال كيف اختياره للمواقع الجبلية والمناطق الرائعة جدا في شرقي مدينة القدس للبناء الاستيطاني والتكثيف هذا الموقع هو مركز مشروع الإيوان والذي بهدف لقطع واستصال هذه الأراضي وعزلها عن مركزها في بلدة العزرية تعتبر التجمعات البدوية هذه حارسة للحدود والأرض الفلسطينية فتنفيذ المشاريع الخدماتية فيها يسهل من الظروف المعيشية لدى المواطنين ويقف عائقا أمام محاولات الاحتلال تهجير هذه التجمعات المتبقية من القدس وضوعيها من أجل إقامة مشاريعها الاستيطانية وربط مستوطنة معالي أدومين بالقدس الاحتلال كل مخططاته تهدف بالأصل إلى إطباق طوق من المستوطنان حول القدس وامتدادها يكون أيضا هذا المشروع الذي يستهدف الوجود البدوي والذي يستهدف رزقهم بالاستيطاني على الأراضي نقول بأننا كوزارة شون قدس لا نملك سواء إلا أن نعزز وهذا دورنا وجود الفلسطينيين على أرضهم لأنهم أصل هذه البلد وهم المحافظين على طرابها يقع جبل البابا ضمن المشروع الاستيطاني الهادف إلى فصل مدينة القدس نهائيا وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني وكان قد أعلن سابقا عن جزء كبير من هذا الجبل والمنطقة المجاورة لها كأراضي دولة للاحتلال الإسرائيلي الآن نتوقف مع نشرة أرياضية والزميلة ريم صلاح وأخبار ملاعب سالخير أهلا بكم تعادل برشلونة الإسباني مع مضيفه أتلاتيك بيلباود تعادلا سلبيا في اللقاء الذي أقيم على ملعب سان ماميس في الجولة الثالثة والعشرين من دوري الإسباني وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى النقطة الحدية والخمسين في المركز الأول فيما وصل أتلاتيك بيلباود للمركز الثالثة عشر مؤقتا بستة وعشرين نقطة صحق مانشستر سيتي ضيفه تشلسي في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي بستة أهداف دون مقابل وبهذه النتيجة تصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد خمس وستين نقطة بفارق الأهداف عن ليبربول الوصيف والمتبقي له مباراة واحدة ضمن فعاليات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الإيطالي حقق يوفينتوس فوزا كبيرا على حساب ساسولو بثلاثية نظيفة هذا الفوز رفع رصيد يوفينتوس إلى 63 في المركز الأول بينما تجمد رصيد ساسولو عدى 30 نقطة في المركز الحادي عشر أكدت الألمانية أنجليك كيربر المصنفة السادسة عالميا لكرة السلة أنها سعيدة بالمشاركة في بطولة قطر توتل المفتوحة لتنس السيدات والتي تقام في مجمع خليفة دولي لتنس يذكر أن أنجليك كيربر قد تأهلت إلى نهائي بطولة قطر في نسخة عام 2014 ولكنها خسرت النهائي أمام الرومانية سيمونا هالب نهاية نشرتنا الرياضية لهذه الليلة شكرا على المتابع وعود الآن إلى مي وخميس شكرا دين شكرا في المحافظة الجنوبية يحترف أكرم صورانيا الكوميديا ساخرة بكتاباته وأشعاره التي تمزج ما بين سخرية والألم باستخدامه تفاصيل الحياة في غزة ومعاناة أهلها المزيد مع فؤاد شراد يدخل إلى مقاه المفضل يتبوأ فيه مقعدا في زاوية هادئة يستحضر ما عيش من واقع صاخب الذي تعج به غزة يحور أغنية ينظم شعرا أو يخط نثر مستوحيا من شضف العيش سخرية ربما تبكي منها ضاحكا أو تضحك منها باكية وعلى أي حال فقد استطاع أكرم أن يجعل من حياة المواطنين مادة لإبداعه الخاص تيجي من جلسة في عزة سيارة ونركب على الخط في ديوان في ورشة عمل ورشة هبل تطلع الكلمات بالضرورة يعبر عن الواقع المعاش يعني واقع غزة المأزوم المهزوم المقسوم هذا الرجل الذي احترف الكوميديا السوداء تماما كما أزمات البقعة الصغيرة التي يعيش فيها اتخذ من العالم الافتراضي منصة لترويج كلماته والحروف له متابعون ينتظرون كتاباته بفارغ الصبر كما ويجيد تسويق أعماله في العديد من الندوات والمهرجنات يضع إبهامه على ألم المسحوقين يصف الواقع الغريض بدقة ورغم ذلك تستسيغه أذان السامعين في غزة مررنا على دار العجيب فردنا عن الدار قانون الأراضي وسورها فقلت لنفسي ربما هي نقمة فماذا ترى في غزة حين تزورها ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الكرب كروبها وما كل نفس حين تلقى حبيبها تصر وغزة قطع الكهرباء يضيرها هو لا يطرح نفسه ككاتب أو شاعر أو حتى راون هو فقط يتنقل من أزمة لأزمة ينسج تفاصيلها برؤيته الخاصة يفرغ ما بصدره من ضيق وحرج ولعله أيضا يريح صدور المأزومين يعالج العذابات بضحكات مزجت بعبرات ساخنة وكلما ارتفعت أهات المعذبين جادت قريحته بمزيد من الإبداع فغزته بتناقضاتها وهمومها تبقى عاصمة الإلهام لمن لا إلهام له فؤاد جرادة تلفزيون فلسطين قطاع غزة إلى الكويت وتحت رعاية وزير التربية وتعليم العالي الكويتي حامد العازمي تم توزيع الجوائز على طلبة الفائزين في المسابقة التي أقيمت تحت شعار ألوان من فلسطين هذه المسابقة شارك فيها أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة بريشة الفن هكذا تبدو فلسطين في عيون رساميها الذين لم يزوروها من قبل لكنهم أبوا إلا أن تكون الصورة عالقة في أذهانهم أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة علقوا لوحاتهم على جدران المنافسة وعلقوا معها آمالهم على زيارة فلسطين قريبا هذه المسابقة هدفت إلى أن نطلع كل من هم بهذا الجيل الصغير على ما هي فلسطين هناك عدد كبير من الناس الذين لم يزوروا فلسطين ومن ضمنهم فلسطينيين لم يتمكنوا من زيارتها وبالتالي كانت هذه المسابقة هي مهمة جدا في أن يتعرف أبناء عدد كبير من الجنسيات المقيمة على فلسطين وما هي فلسطين هذه جزء من رسالة فلسطين إلى العالم بأن فلسطين هي أرض السلام أرض المحبة أرض الشعب المظلوم الذي يسعى من أجل نجده إن الحرية هو استقلاله مسابقة رسم كبرى شارك بها طلاب مدارس الكويت من مختلف دول العالم بتفاوت فئاتهم العمرية إضافة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ليتنافسوا جميعا بحب فلسطين قدمنا مسابقات كثيرة في السنوات الماضية وهي الكويت جميلة خضراء ألوان من كندا ألوان من إسراليا وهذه لها خصوصية حقيقة يعني ألوان من فلسطين كان لها خصوصية وفرحة كبيرة لمستدعينا أن نكون في التحكيم وخاصة الآن ماسك لجنة التحكيم صار لأكثر من 12 سنة في المسابقات السابقة فكانت فرحة أن لها خصوصية فلسطين بالذات عند الكويتين بالذات يعني العرب يعني عامة لك الكويتين لهم أنهم خصوصية لفلسطين فكانت يعني فكان فيها تميز أن نحن أن لبها الدعوة هذه بكل شقة وكل سرور حقيقة ألوان ترسم صورة مختلفة ومتنوعة للطرقات والمنازل والطبيعة والثقافة والجمال الفلسطينية هي ألوان تغرس فلسطين في نفوس الأبناء لتبقى دائما أم القضايا فالرسم في الصغر كالنقش على الحجر ألوان من فلسطين رسمت لوحة تشجيعية وتكريمية في ختام المسابقة التي شهدت تنافسا بين أكثر من عشرة ألاف طالب وطالبة وضعوا لفلسطين صورة من إبداعاتهم عبروا فيها عن حبهم وتمسكهم بقضيتهم الأولى لتلفزيون فلسطين أحمد الشمري الكويت أمل أن فإلى أخبار الحل الجوية مع زميلة نتالي أرانتيسي نتالي خميس ومسل خير مي فضل شكرا أهلا بكم مشاهدين الكرام في أحوال الطقس انحصر المنخفض الجوي الذي ساد البلاد في الفترة الماضية حيث تكون الأجواء هذه الليلة غائمة وباردة وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وبالنسبة ليوم غد فترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف وتبقى الأجواء باردة نسبيا إلى باردة هذا ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس يوم الأربعاء قبل أن تعاود انخفاضها يوم الخميس أما الآن ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في بعض المدن الفلسطينية حيث سنبدأنا العاصمة القدس المحتلة فمن المتوقع أن تسجل 14 درجة مئوية ننتقل إلى رمالة 13 أما نابلس 15 جنين طوبوس 19 طول كرام 18 قلقلية 18 درجة مئوية أما تلفيت 14 أريحة 23 بيت لحم 14 الخليل 13 والآن ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى المحافظات الجنوبية ونبدأها من غزة 19 دير البلح 20 خانيونس 19 وأخيرا رفاح 20 ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى بعض العواصم العربية والعالمية إلى هنا مشاهدين وصلنا لنهاية النصر الجوية شكرا على المتابعة أما الآن عودة للزملاء خميس وميه شكرا نتالي أفوان في الختام مشاهدين نذكر بأبرز العناوين السيد الرئيس يصل السعودية في زيارة رسمية يلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين رفض رسمي وشعبي لمؤتمر وارسو الرامي لتصفية القضية الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلا في الولجة ويخطر بإخلاء آخر لصالح المستوطنين في القدس وألوان من فلسطين مسابقة في الكويت بمشاركة أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة نهاية التاسعة رئيسة قدمناها لحضراتكم من تلفزيون فلسطين شكرا لكم في المتابعة دمطن بخير وعفية أمان الله من العاصمة الألمانية برلين سندرال مصري تلفزيون فلسطين عاصمة جرادات تلفزيون فلسطين إسطنبول من أمام مقر الإنروة في بيروت زين عبد السمد تلفزيون فلسطين من المخيم الراشدية أقرب مخيم فلسطيني في لبنان سارة الهباش تلفزيون فلسطين من أمام الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة التونسية لتلفزيون فلسطين شادن غنامة هارون عميري تلفزيون فلسطين مدينة شيكاغولا الكراجا تلفزيون فلسطين من أمام مقر رئاسة الوزراء الأردنية سندس أحمد لتلفزيون فلسطين أروى حمد عمد إبراهيم الحموز تلفزيون فلسطين من مقر جامعة الدول العربية نجوى يونس تلفزيون فلسطين من القاهرة أشرف لمبيض تلفزيون فلسطين من العاصمة المغربية الرباط سيد أبو شمعة تلفزيون فلسطين اشتركوا في القناة 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 وهذه كنيسة إزائي القدس دين مدينتي حبيبتي وجهي جبيل عزتي إبائي القدس دين مدينتي حبيبتي وجهي جبيل عزتي إبائي وإنها لو شئت أن تسمعها طلاوة من سورة الإسرائيل وإنها لو شئت أن تسمعها طلاوة من سورة الإسرائيل سبحان من أسرى بذات المصطفى ليلا إلى الأقصى القريب النائم يا الله أكثر الله شكا الذي ما حوله مبارك هد كلام الله يا غنائي الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبروا الله أكبر تستهل التقديل تستهل التقديل ليت حملا حجارة التحرير والفداء والله أكبر والله أكبر الله أكبر كبروا الله أكبر الله أكبر تستهل التقديل وهادي قدسنا تستهل التقديل تستهل التقديل تستهل التقديل باستهل التقديل تصيني موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة